موسيقى فناني مبتدئة؟ لا بس على خطة الفناني خلص فناني دخلت لها المجد أربعين عام مبدة من الفن والعطاء بهذا النوع من الفن والفن التشكيلي تقييمك للمشهد الفني من هذا النوع والله الحمد لله أنا بعيد نفسي مش فنان تشكيلي رسام لأن الفنان التشكيلي مراحل كثير تأنه يصل الفنان التشكيلي زي رتبة أعلى يعني تعتبر ولا إيش؟ نعم زي رتبة أعلى تعتبر؟ معلوم بالرغم من أنه يعني عم تتحدث هيك يعني إليك أربعين سني في هاي الخبرة لكن اليوم يعني أنا فجأتني شوي بهذا التصريح لأنه اليوم أبرز أو أغلب الأشخاص اللي عم يدخلوا الفن بيسموا حالهم أو بلقب أنفسهم بالفنان التشكيلي صح رأيك في هذا النطاع؟ لقب هذا لقب فقط مش كل واحد مسك ريشي وقاعد يرسلهم صار فنان تشكيلي مراحلها كثير تأصل الفنان تشكيلي مش هوين يعني نعم دام نسألك دمج الأعمال الفن مع الأعمال الأخرى والأنشطة الأجتماعية نحن الحمد لله بلشنا في منتدى نجم الفن التشكيلي اللي هو بضم خمسين فنان بكت فكرة بين ثلاث صبايا تقريبا بداية ثلاث صبايا أخذنا هذا المنتدى على منطلق أنه بدنا نعمل أن نأخذ الفن التشكيلي ونوجهه على المجتمع بشكل فيه شوي نقص في الفهم اللوحات والفن بالنسبة للناس اللي حوالينا حبينا أنه نأخذ الأشياء بكل سهولة وبساطة عملنا دورات للجيل الصغير عشان ندخل الجيل القادم للفن التشكيلي عملنا عدة معارض الحمد لله في مشاريع تشتير ضمناها من خلال المنتدى عساس أنه نفتتح الأشياء عن طريق الفن جميل فرح نتحدث معك أكثر عن قضية احتضان المنتدى للمواهب وأنت إحداها يعني عم تقولي أنك دخلت هذا المجال حديثا حطينا عن هذه التجربة حتى الآن كيف بتشعري بوجود جسم من هذا النوع قادر يحتضن الفنانين التشكيليين والمواهب الصاعدة بهذا الشكل صراحة أنا أول ما بلشت أنا كثير فخورة أني استعدوا في منتدى رجم الفن عن طريق بنتي اللي هي فنانة تشكيلية وبترسم شاركت معها في عدة معارض كانت انطلاقتها الرئيسية من أم الفحم صراحة هي ما كانت يعني ولا عدو في أي محل لما فتنا على الأول معرض على أم الفحم اللي هي انتثبت للمنتدى شاركتها بعدة معارض بأم الفحم بالقدس في عدة اللي هي عن طريق المنتدى أنا نفسي كثير بعشق الفن كثير بقدس الفن قررت أنه أكمل معها في هذا المجال يعني أنه بلشت أنه أنا بدي أرسم بدي صرت أشجحها أكثر أجبه يعني أنه لازم نكمل لازم نمشي في هذا المجال لما فتت على نجم الفن وشفت الفعاليات الرسمات عن جد شيء كثير بشجعني إحنا شايفين لوحاتكم يعني مزيني استوديو صباحنا غير وشايفين يعني عم تنعرض على الشاشة أماننا رح نتحدث شوي عن خصوصية دوريد كل شخص وشخص في تناول الفن التشكيلي ومبدأه ربما ونظرته الخاصة نحو الفن التشكيلي نبدأ معك أستاذ مبدأ يعني خلينا نتحدث شوي يعني أكثر تجسيدك للشخصيات بهذا الإتفان بحب التراث التراث يعني التسعين بالمئة من رسمي وتراثي يسفي عندنا هون أحفادي هذولة رسمت الله يحمي لكي يهن يعني هاي المدرسة الواقعية يعني أنت اللي بتنتمي بالزبط أنا زلمي واقعي وطالع بعمالي حمد لله أوكي حديثنا أكثر هناك في عندي خمس لوحات أخطت هذا موضوع الألعاب القديمي اهتمتي كثير لأن هاي الألعاب انقرضت تقريبا من الحارات صحيح صحيح جميل جدا بتشوفيش أولاد بيلعبوا برا بالحارة مثلا بنانير أنا عارف عربيات راحت انقرضت اليوم صار كله جيل جيل الكمبيوتر والأنترنت يعني بيروح الولد من المدرسة يا بيفتح الأنترنت مضبوط يعني الحلو أنك عم بتمر الرسالة من خلال بس هاي الألعاب أنا عز علي أنها انقرضت يعني طبعا حسيدك توثقها كمان عايشتها أنا عايشتها مدة طويلة عم عم جميل جدا شو صبايا حدثونا أنتو كمان ختاب لأي مدرسة من تميات أكتر ايه توضى لختاب ايه أنا بروح أكثر للمدرسة التعبيرية اللي هي في عندي بحب الأسلوب الواقعي وبفوت مرات بالأسلوب اللا واقعي اللي هو اللا واقعي اللي هو التجريدي والإسريالي بحب أني لما أجي أرسم رسمي ما أرسمش إشي موجود عامة يعني عندي إحساس أنه أنا لما بشوف لوحة أو تجيني فكرة بحب أعيشها بحب أطلعها من إحساسي كمان بتجيش الإشي أنه أنا بس بدي أرسم أو أني أنا بدي أحط إشي يعني خطوط على وركة أو على كماشي أهم إشي عندي إني أطلع إحساسي فيها يعني مثلا الرجل العجوز كعدة أسبوع وأنا أطلع على الصورة أني عشت الحالة بكت فترة عندي شوية حزن حبيت أني أنا أقدر أشتغل على العنين تبعات الحاج شايفين أطلعت التعبير اللي أنا بدي إياها بحب أعيش الحالة بحب أعيش اللوحة بصير بيني وبين اللوحة تواصل حب من طرفين لازم يبقى مش من طرفين عشان أنا أقدر أوصل الإشي الحمد لله أغلب اللي بيشوفوا يعني لوحاتي بيشعروا كداش أنا في عندي حالة تواصل مع اللوحة برسم مش لازم أرسم مئة لوحة بفترة مش مهم عندي مهم أطلع بلوحة اللي تعبر عني اللي تحكي بحب عن إحساسي جميل بعشك الإشي تاني أنا أطلعه أصلا روحك يعني إثناء حديثك واضحة قداش أنت متعلقة بالفن حتام بحب اللوحات بحب الخطوط بحب الألوان بحب الفن لفن وبحب أطلعه للناس إنه أنا إحساسي إنه يطلع ويصل جميل كثير بحب الطبيعة بحب أرسم مناضر طبيعية لإني كثير بهوى الطبيعة وبهوى الهدوء وبهوى كثير بحب فوت بهذا المجال وبديه كثير شغل وبدي كثير تاني وبدي كثير راحة نفسية أولاً كمان ويقول يا الله يعني لما أنت تشوف هالأد لوحات معبرة يعني اليوم فعلاً اليوم تشوش أطفال يلعبوا بالحارة كل نسوا جداً قليل تشعلي أنه لازم يكون في رسالة من وراء اللوحات؟ طبعاً رسالة ورسالة للصان رسالة كبيرة جداً رسالة قوية جداً يعني أنا لما بشوف لوحات لفنانين اللي عن جد من واقعنا من حياتنا من تراثنا من حضارتنا إحنا يعني اللي فنانين برسم لوحات اللي هي بتعبر عنا عن حضارتنا عن يمكن عن همومنا عن فرحنا بنفس الوقت كثير كثير يعني بتشوفي من عدة مناطق كل كل الفنانين كل واحد برسم عن جد أنت بتحسي أنه عن جد هم في قضية معينة إحنا مهم نترحها صحيح بدأ شاركت بكثير معارض أيها منها كان الأقرب على قلبك وين كنت عن جد قدرت تعبر عن حالق بالشكل الملائم اللي أنت راضي عنه نعم نظبوط اشتركت بكثير معارض أنا وفي حتى معارضين دوليات كمان كانوا عالميات واحد منهم كان مية بالمية اللي هو بالعقبة إيش اللي كان مضمون واللي خلاك عن جد راضي منه راضي منه أول إش اللوحات كلها على مستوى عالي ومعبري نعم بعدين الحضور الحضور كان فوق ما نتصور كان حضور كثير وعطوه أهمية كثير كان بقوتين فخم أكبر قوتين بالعقبة تقريبا وعطوه أهمية يعني المعرض يعني جسدت نقطة هالقد مهمة نتحدث عنها يعني كان الحضور مميز وكانت الإبداع مميز قداش اليوم بتشعر أنه نحنا يعني هناك الكثير من المعارض التي تقام في البلاد هناك الكثير من الدخلاء على عالم الفن التشكيلي لأي مدى أنت بتشعر اليوم أنه هذا العالم أصبح مهدد بدخول ليس الحرفيين إليه وإنما يعني الناس اللي عندها فقط موهبة عم تدخل بشكل يعني ما حدا قادر أنه يمنعهم عليه كيف بتقيم هاي الحالة اليوم في البلاد؟ مضبوط المعارض مش كلها فيها حضور كيف لازم يعني عينها حضور كيف لازم من أي ناحية هل من ناحية الفن كحضور أم من ناحية استخدام الناس اللي الناس بتهتمش كير استخدام الناس مضبوط نعم مثلا بالحسينية عندهن أنا بشوف الإشعكس كان حضور راقي عكس السادم بادة كان معرض حليو وكان حضوري كبير بالحسينية كيف شعرت نعم أنا اشتركت بمعرض عالمي سموه صفراء الفن نعم بطابة معرض دولي ومكانش حتى كل الفنانين مكانوش اللي فنانين بعثوا لوحات هين مع ناس وخلص وعرضوها حضور مكانش سفر يعني في أزمي في استخدام الناس خسن من الفنانين كان ومكانش ناجح كل مرة نعم إيش كنت حبيبت عرضي صح أنا بقول إنه الحمد لله يعني من خلال مشاركتي في معارض يعني أنا حبيت إنه الإشي اللي كان من الفحم بالقودس لعنا لبلدنا يعني منا اشتغلنا يعني فعلا كان إشي عنا الحمد لله كثير مميز كان في عنا حضور للفنانين كان في عنا مش بس حضور كان في يعني إجوا اللي هني ضيوف مع أولادهن اللي هني كثير حبوا الإشي كثير كان يعني اللي هني حابين يواكبوا المعارض هذا المعرض إحنا كنا فيه وقابله وبدنا نشارك وبدنا كمان نشارك المرة الجاي أولادهن يعني أنا ابني برسم صار يقوله أنا بنت بترسم أنا بدي أفوتها على الدورة عم بنشرك عم بنشرك أنا صرت يعني أسمع هذا الإشي كثير مبسطة وكثير بعد الكمان الأمثي اللي كان عنا مش بس فنانين كان عنا ضيوف مثلا أعضاء كنيسة تشارك ودعموا الإشي كان عنا نائم بلدية إم الفحم يعني فيه ناس اللي هي بتهتم لكن أكيد يعني تختلف وجهات النظر ما بين المكان والزمان والتوقيت نتقل لألك ختم حتى ننهي هاي الفقرة يعني نتحدث شوي أيضا يعني أنت ملمي في هذا المجال ونتحدث شوي عن المنتدى وكل هذه الأجسام اللي بتساهم في رفع شأنة ألفانة تشكيلي في البلاد لأي مدى بتشوفي المستقبل مضيء في البلاد ناحية ألفانة تشكيلي أنا بدي أكل شغلي بس لأنه أنا أكيد إحنا سرنا بنهاية اللقاء بدي بس أنوه أني أنا مش بس عضوة في منتدى نجم الفن التشكيلي أو مركزة فعاليات أنا أخرى عضوة في المبادرة الفحموية التطوعية نعم الحمد لله صار عندنا اليوم مشاركة بين المنتدى والمبادرة الفحموية اللي إحنا منحاول نستقطب الفن كفن وننشره عن طريق الفعاليات اليوم المبادرة متبنيين عندنا فعاليات الرسم في المنتدى ونحاول ننشر الأشياء بشكل تطوعي الناس اليوم ملتفتي للأشياء بشكل واضح الناس اليوم بتسأل بتدور شو الأشياء يعني حسوا عندنا بالذات في أم الفحم لأنه آخر فترة بكت موجة عنف وبكت في عندنا شوية مشاكل أخذوا الناس شوي فكرة عن أنه بلدنا شوي أنه فيها عنف وكذا بالعكس الحمد لله آخر فترة اشتغلنا عن الأشياء كمبادرة وكمنتدى اللي احنا منحاول نحسن من وجه الفكرة طبعة الناس عن بلدنا والحمد لله توصلنا أنه اليوم والفن هي أجمل طريقة لتحسين هاي الزورة إن شاء الله أنه إحنا وصلنا فكرتنا وإن شاء الله أنه كل شيء الحمد لله تمام ولا أروع منكو أحلى ضيوف أحلى فناني ختم حميد شيفا فعور مبدا ياسين ألف تحيي وشكر شكرا لكم